بسم الله الرحمن الرحيم اليوم معنا موضوع جديد مادة clinical chemistry لطلاب سنة أولى مختبرات المعهد الصحي الموضوع المحاضرة يكون على metabolism metabolism مواد الدهنية هي عبالة عن مواد طبيعية أو مركبات طبيعية بشكل سلاسل طويلة من الفاتي أسيدز ووحدة البناء الأساسية للدهون عن طريق ارتباطهم بروابط استيريا من أهم الصفات التي تتميز فيها الدهون هي أنها مواد الدهون لا تذوب في الماء أو غير قابلة للذوبان في الماء عبارة عن هيدرو فوبك كومباوند أو إنسويبول في الماء الدهون بالنسبة للتقسيم ممكن تقسيم الدهون حسب عدة أنواع أن تتميز التقسيم الأول على الدهون المشبعة والغير مشبعة بناء على نوع الرابطة الموجودة بين ذرات الكربون المكونة للفاتي أسيدز النوع الأول من الدهون تسمى دهون مشبعة وهذه تحتوي على سنجل يعني كل الروابط الموجودة بين ذرات الكربون كلها روابط أحادية لذلك توجد بشكل صلب في درجة حرارة الغرفة وغالبا ما تكون مصدرها أو إنشاءها حيواني أي مصدرها من الحيوانات أو اللحوم أو مشتقات الألبان أو الأقار رقم الثانين أو النوع الثاني من الدهون أو دهون غير مشبعة وتسمى غير مشبعة لأنها تحتوي على الأقل على رابطة مزدوقة واحدة أو أكثر ولكن على الأقل رابطة مزدوقة واحدة توجد في هذا المركب الدهني ومعظمها تكون دهون بشكل سائل في درجة حرارة الغرفة هناك تقسيمات أخرى للدهون بناء على التركيب يتم تقسيم الدهون بناء على تركيبها إلى دهون بشكل سلاسل أو النوع الثاني والنوع الثاني هو عبارة عن دهون بشكل مثل الكوليسترول والسيرويدات بشكل عام النوع الثاني والنوع الأول هو عبارة عن سلاسل طويلة مثل دهون كلها عبارة عن مركبات دهنية بشكل سلسل من أهم الدهون من أهم الدهون التي نتكلم عنها في محاضرات اليوم هو الكوليسترول والتراغليسرائل الكوليسترول عبارة عن مركبات عضوية استيرويدية وتتكون لمادات استيرويدية ولها شكل حلقي وغالباً ما يكون الكوليسترول في درجة حرارة الغرفة بشكل صلب أو عند حرارة القسم يخزن الكوليسترول في جميع انسيقة القسم ويتحول بواسطات الغداء الكاظرية والغدات الجنسية إلى هرمونات استيرويدية إذن الكوليسترول موجود في بناء الخلايا جميع خلايا القسم وموجود في الخلايا العصبية بشكل خاص ويتواقد أيضاً في القسم بشكل هرمونات يعني ممكن يحتاجه بعض الغداد مثل الغداد الجنسية والكاترية لتكوين الهرمونات الاستيرويدية مثل الهرمونات الجنسية الحصول على الكوليسترول ممكن يتم الحصول عليه غالباً عن طريق الغذاء من مصادر اللحوم الريد ميت أو البيض أو متقات الألبان البقريات المشاعر أو ممكن الكوليسترول الذي يحصل عليه القسم من داخل القسم عن طريق تصنيع الخلايا للكوليسترول داخل قسم الإنسان مصادره طبعاً ريد ميت أو أجيالكس أو دايري بلودكس قلناها على اللحوم الحمراء أو المشتقات الألبان البقرية أو صفار البيض وممكن يوجد بكميات أقال في منتقات أخرى وممكن يكون معدوم أو غير متوفر مثل في القضار أو بعض الأنواع الفواكه من أهم صفات الكوليسترول أنه إنسوليبلانوتر غير قابل وممكن يكون صلب ومتصلب في درجة حرارة الغرفة يوجد في صورة صلبة طبعاً يوجد بشكل متصلب وقاسي وهذا من الصفات هذه اللي تؤدي إلى تكوين أو ترسوا الكوليسترول في الأوعية الدموية وتكوين تصلوا بشراين والحفرات الدموية وامراز القلب الأوعية الدموية يتوزع الكوليسترول داخل قسم الإنسان بنسبة متفاوتة حوالي 50% يكون موجود في السل ممبرين إذن هو من مركبات أو من العناصر الأساسية التي يحتاجها القسم لتركيب السل ممبرين للغشاء الخلوي وأيضاً يتم تحويله كومفورتات 2 في العصارة الصفراوية قزم الكوليسترول يتم تحويله للعصارة الصفراوية ويفرزه من الكبد إلى الأمعاء ليساعد من جديد في أمريات هضم الدهون بالإضافة إلى أنه يتم تحويله من قبل بعض الأداد إلى هرمونات استروية تحويل الكوليسترول نأخذه من الطعام ويصل إلى المعدة ويبدأ الهضم في المعدة ويتم امتصاصه من الأمعاء ويتم نقله من الأمعاء إلى الدم والكبد عن طريق تحويله أو نواقل من أهم النواقل الهيدن سيتي ليبو بروتين واللودن سيتي ليبو بروتين الهيدن سيتي ليبو بروتين الليبو بروتين العالي الكثافة مهمته نقل الترانسبورت أكسيس كوليسترول تدريفر يعني يسمى جود كوليسترول الكوليسترول القيد لأنه يقوم بنقل الدهون الزائدة من الأوعية الدموية إلى الكبد وهذا يجب إلى تخفيف ترسبه داخل الأوعية الدموية وعدم تكون الخطرات أو تصل إلى الشرايين أو القلطات النوع الثاني اسمه الليبو بروتين من خفض الكثافة وهذا ينقل كوليسترول أو يقوم بتوفير الكوليسترول إلى الأوعية الدموية وهذا يسمى خطوة كوليسترول لأنه يساعد على تراكم الكوليسترول داخل الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تكون تصل لفشرايين ويمكن يؤدي إلى الخطرات أو تكون ترمبوسيس الكوليسترول يساعد في إنتاج بايلسوتس تكون تأملاح الصفراء المهمة جداً ولكن يتم إفرازها من الحوصلة الصفراوية إلى الاثناء شائر أو الأمعاء الدقيقة ليساعد في هضم الدهون نفسها وسرعة امتصاصها من الأمعاء إلى الدم الحوصلة بالنسبة للأملاح الصفراوية يتم تكوينها داخل الكبد وتتركز في الحوصلة الصفراوية وتتم إفرازها إلى الانتستاين عن طريق القناة الصفراوية قناة الحوصلة الصفراوية وتتم إفرازها وتساعد في عملية الهضم المهمة حق الدهون والأبزوربشان من الأمع من الأمع يعتبر البيلسول محتوى على كمية الكوليسترول وهو مهم جداً لعملية استقلاب أو هضم الكوليسترول ومساصه واستقلابه هذا بالنسبة للكوليسترول النوع الثاني من الدهون الثلاثية أو الثلاثية الكوليسترول وهذه عبارة عن دهون بسيطة لأنها عبارة عن فاتي أسيد مرتبط مع كحول أو الكوليسترول كل جزء من الكوليسترول يتعد مع ثلاثة أحمد دهون الذي يكون مادة ترايجليسترول ترايجليسترول هذه الشحوم هي المخزون الرئيسي للدهون داخل قسم الإنسان يعني معظم الدهون في أجسامنا عبارة عن دهون ثلاثية أو ترايجليسترول ويتم تخزين الفاتي أسيد بصورة ترايجليسترول داخل الأديبوس بتشوى لوقت الحاجة حيث يستطيع القسم أن يأخذ من هذا المخزون لإنتاج الطاقة إذن مصدر مهم جدا للطاقة في حال نقص مادات الكوليكوز القسم يقوم باستقلاب مادات الترايجليسترول لإنتاج الفاتي أسيد ومن الفاتي أسيد يتم تحرير كميات كبيرة جدا من الطاقة البديلة عن الطاقة التي يتم تحريرها من الكوليكوز معظم الدهوم الثلاثية يتم نقلها على الكيلوميكرون من الأمعاء إلى الأنسية طبعا الترايجليسترول يبدأ أرموه في القهاز الهضمي من الفم والمعدة وأنزيم اللايباز في الأمعاء يتم عظم كامل ترايجليسترول وتحرير الفاتي أسيد أو الأحماض الدهونية ومن ثم يتم انتصاصها ونقلها كدهوم الثلاثية عن طريق نواقل ثم الكيلوميكرون والVLDL يعتبر مصدر غني جدا لإنتاج الطاقة الدهوم الثلاثية يعتبر من أهم مصادر الطاقة بعد الكوليكوز أو المصدر الطاقة البديل لأنه من الترايجليسترول يمكن تحرير كميات كبيرة جدا من الطاقة التي يحتاجها قسم الإنسان بسلس مصدر سوم مصدر سوم